كما هنأ سموش خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بتحقيق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي لقب النسخة الخامسة والثلاثين لأندية كرة الطائرة مؤكدا سموه أن الفريق حقق هذا الانتصار عن جدارة واستحقاق بعد المستويات المتميزة والرائعة التي قدمها خلال منافسات هذه البطولة التي تحقق من خلالها هذا الانجاز للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الفريق في هذا الحدث وأكد سموش خالد بن حمد آل خليفة أن ما حققه الأهلي في هذه البطولة يعكس ما وصلت إليه لعبة كرة الطائرة من مستويات كبيرة بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية ودعم متواصلين لقطاع الشباب والرياضة والجهود المميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبر تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لرفع المستوى الفني العام لجميع الرياضات بهدف المشاركة المشرفة وتحقيق المزيد من الانجازات لرياضة البحرينية بمختلف المحافل والمشاركات وقد أشهد سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق والذي عكس الجهود الواضحة التي بذلها مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري لتهيئة الفريق بصورة صحيحة كما أشهد سموه بما بذله الاتحادان البحريني والعربي برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء اللجان العاملة من جهود متميزة لتنظيم هذا التجمع الرياضي العربي بصورة رائعة على أرض مملكة البحرين